إيجابية اليوم وجدناها بقوة على المؤشرات الثلاث نهيك عن البداية كانت على مستوى الخمس ألاف وتسعمائة لإي جي أكس ثلاثين بالأمس قفز السوق مئة وستين نقطة ما هي الدواعي وراء الارتفاعات القوية في المؤشرات المصرية في الجلستين الحاليتين من هذا الأسبوع الحقيقة احنا منقدرش نفصل الجلستين دول بس منفصلين عن الشهرين الماضيين ومنفصلين عن الأحوال الاقتصادية والسياسية العامة يمكن فيه اندفاع زيادة خلال الجلستين دول ولكن احنا شايفين حالة من الاستقرار السياسي خاصة وان البنية التحتية المصرية لم تتأثر بتاتا بالثورة المصرية بل على عكس البنية التحتية متحافظة عليها بشكل كبير وبالتالي الاقتصاد المصري ليس محتاج أكثر من تشغيل مصانعي من تشغيل أدواته حتى يعود مرة أخرى للنمو وترجع السياحة مرة أخرى يتم تنشيط الاستثمارات الخارجية تم تخفيض ديونة مصرية بالخارج كل ده هو اللي يتم حاليا السوق خلال يومين اللي فاتوا دول حصل عملية دفعة كبيرة اعتقد ان السبب الرئيسي هو السيطرة على المظاهرات اللي تمت حول السفارة الأمريكية وبالتالي ادت دافع بأن الدولة موجودة وموجودة على أرضه فأصعب البقاع اقترابر من ميدان التحرير ميدان الصورة وبالتالي ده ادت ثقة كبيرة لمستثمرين للوضع الأمني أيضا هناك عدد كبير من العامل الداخلية شفنا سندات الخزانة التغطية اللي تمت عليها تغطية بمعادلات كبيرة فيه انخفاض في الفايدة على سندات الخزانة المصرية لـ 271 يوم اللي تم هذا الأسبوع فيه ايضا دخول أجانب في سنتات الخزانة ممكن ده الأول مرة نشوف تاني دخول للأجانب كل ده احوال اقتصادية إيجابية سندوق النقطة الدولي كل ده احوال سياسية إيجابية تافعة السوق للصعود اعتقد ان احجام وقيمة دول اللي بنشوفها فضلي طب تابعنا دكتور معتصم الحراك الفني على مؤشر اي جي اكس 30 وصلنا اليوم في بداية الجسل 5900 نقطة انت ذكرت انه لا يجب ان نفصل هاتين الجلستين مع بداية الأسبوع مع ما سبقه من شهرين ولكن ما اثار لفت الانتباه هو الكمية قيمة التداول في هاتين الجلستين وذكر من جديد انه فيه توصيات يبدو من المحللين بانه ممكن تكون فيه فرصة يعني على اي عملية لربما للاستراحة والتسييل في السوق على مستوى 5450 هنا يجب ان نقف عن حد الشراء ونعود مرة اخرى لتوقع السوق في عمليات ارتدادية للارتفاع فنيا هل تجد ال5900 نقطة ستستمر على اي مدى؟ هل ما تزال هناك فرص لمن فاته القطار بالنسبة للشراء على مستوى 5450 هل الفرصة القادمة ستكون قريبة في تصحيح قادم؟ لو احنا راجعنا احجام وقيمة تداول اللي بتتم في السوق خلال الفترة الماضية اول ملاحظة نقولها ان السوق النهاردة قدر ان يكتر من مليار وربعمائة مليون في حين ان same day trading او تبلاز زيرو زي ما بيسمى في مصر تبلاز زيرو مش متداول يعني لو فيه تداول والsame day trading بيزاود تداول ب25% كنا اقتربنا من مستوى الاتنين مليار ايضا ملاحظة تانية اللي حب اقولها ان احجام وقيمة تداول بتزيد دايما عند كسر مؤشر لنقاط مقامة رئيسية وده طبيعة الاب تريند عشان السوق يقدر يطلع ويكسر نقاط مقامة لابد ان تزداد احجام وقيمة تداول وده اللي حنشفناه عند نقطتين مهمين في السوق عند 5662 اللي كانت نقطة مقامة رئيسية في السوق احجام تداول اقتربت من مليار جنيه ايضا النهاردة وهو بيكسر حاجز 5800 شفنا احجام تداول من نصف تاني من جلسة امس وبداية جلسة اليوم احجام وقيمة تداول مرتفعة جدا وشفنا بعض الاسهم الكيادية بتقدر ان هي تجيب اسعار تاريخية لها زي ما حصل النهاردة في اوسي اي وبعض الاسهم الكيادية الاخرى وبالتالي ده طبيعة الاتجاه السعودي اذا كان السوق مصري الان يسعى لرسم اتجاه السعودي على المدى متوسط وطويل الاجل اعتقد ان ده من خصائص هذا الاتجاه السعودي نحن نشوف ارتفاع في احجام وقيمة تداول وبالتالي نقطة المقاومة اذا كنا نعتقد ان السوق في اتجاه السعودي على الاقل قصير الاجل فنقطة المقاومة لابد في هذه الحالة ان هي ما تخضناش وما ترعبش مستثمر على اساس ان في هذه الحالة احتمالية تكسر هذه النقط احتمالية اكبر من ان السوق يعمل عملية صحيحية لكن الصعودة الحاد اللي موجود في السوق من بداية من انتخاب رئيس جمهورية جديد اعتقد ان ده برضو ممكن يخلينا نبقى لابد ان نقص المخاطر على مستقل كله مستثمر على اساس انه ما يتعرضش لخسائر كبيرة اذا تم في عملية صحيحية في السوق لكن اعتقد ان هي تكون عملية صحيحية ليس تغيير في اتجاه السوق دكتور معتسم ايضا هناك حراك فيما يتعلق ببعض من القرارات الضريبية في الدولة يقف كذلك منتاز السعيد عليها ويشارك في وضع خطة جديدة شركات الاتصالات يبدو انها ستزيح من كتفها ثقل الضريبة المفروضة عليها حدود 51 قرش شهري من المستخدمين وتعطيها للعميل المحمول لأي مدى ممكن هاي المواضيع المواضيع المفاوضات تستمر وماذا ستؤثر على ربحية شركات الاتصالات التي سيزح عنها هذه التكاليف الأول السعي ليه فرض ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات ده سبب الرئيسي العجز الكبير جدا الموجود في الموازنة المصرية العجز الموجود في الموازنة المصرية وان كان يزيد عن 10% من نتج القوم الإجمالي لكنه في نفس الوقت بيزيد عن 25% من إرادات الدولة وبالتالي حجم العجز حجمي كبير جدا وبالتالي هم يسعوا لإيجاد مصادر للإرادات جديدة هذه المصادر تعوض جزء من العجز الموجود فيه أموازنا ولذلك نسمع في وسائل الإعلام الآن عن لغاء أو محاولة تعديل وضع بنزين 92 وظافير ما يقترب من 3 مليار جنيه للدولة محاولة فرض بعض الدرائب على قطاع الاتصالات بشكل أو بآخر إذن هي محاولات كلها علشان نقلل من العجز الموجود العجز الموجود يقال أنه هيوصل لـ 170 مليار جنيه هذا العام ومقارنة بالعام الماضي 135 مليار إذن حتى قرد صندوق النقد الدولي هو بكترب من 5 مليار في 6 جنيه بـ 30 مليار جنيه مصري هو يدوبك يغطي زيادة في العجز المتقاعة هذا العام وبالتالي لابد من البحث عن مصادر أموال جديدة دكتور معتصم سؤال أخير وما زلنا ندرس أو نقف على بنود جمعية هرمس لأوراق مجموعة هرمس المالية يبدو أن الأربعين بالمئة التي ستحتفظ بها الشركة الأم ستبقيها في السوق المصري يعني قيد البورصة هناك قيد سيكون لها في السوق وكان هناك مطالبة أنه ما يكون في منافسة لنشاط الشركة في عمليات الوساطة إلى أي مدى ممكن ذلك أن يحمي هرمس المصرية وما تبقى لها الأربعين في المئة في السوق المصري كسهم أنا من رأي الشخصي كمحلل أن هذا الاتفاق ممكن أن يكون صالح صغر ومساهمين بتوعير مزي يعني أنا ما زلت مقتنع أن هذا الاتفاق ممكن أن يكون صالح صغر ومساهمين لكن في كل الأحوال تم الموافق على هذا الاقتراح بنسبة 87% من الجمعية العمومية إذن هي نسبة كبيرة جدا من الحاضرين وفقه على اقتراح الشراكة وبالتالي قد يكون لهم رأي آخر لكن ما نراه أن توزيع حجم أربعة جنيه أو كيمة أربعة جنيه من السهم كاكمة كاكوبون أو تخفيض الرسل المال قد يدفع بعض المستثمرين أجانب ليه عمليات بيعية علشان ما يحصلش عنهم يعني فرض ضريبة خلال الفترة القادمة من التوزيع وبالتالي دعم بيأثر نسبين على التداول